اشتركوا في القناة تايوتا رش تذكرون للصور الانتشرت هذه طبعا فيه كذا لون وبصوره لكم هي تجي فئة وحدة بس اللي هي هذه جنط 17 انوار اليد طبعا حجمها اكبر من الفانزة بشوي يعني مو كبرى الفانزة اكبر بشوي انو شوفها منفخمينها من قدام ومن الجنب طالع شكلها حلو بسبب اللي هو الجنط مكحن حجم المكينة الف وخمس طبعا اربع سلندر وعندك طرعن بقوة الاحسنة 102 والجير اربع سرعات سعرها تقريبا بستين الف واربعمائة ريال هذه يعني اقرم مالها سيارة عائلية وتقدر تقول شبابية يعني الواجهة الامامية مرتبة الانوار كلها ال اي دي وبصور لكم الانوار سرحين بشغلها لكم واكشفات هذه لونها اصفر وفيها لد نهاري والشبك جاي كروم من قدام جميل الموتر صراحة وهذا شكله مع الجند هذا الجند 17 مكحل وابوريكم المفتاح فيها اشارة بامراية مقابض بنفس لون السيارة المفتاح ريموت وستارت بس مو بصمة يعني مو دخول هذا المفتاح وهذه شارة بامراية مقابض بنفس لون السيارة وصرفية البنزين يمشي كل لتر 16 كيلو فاصلة ثلاثة حجم المكينة ألف وخمسة والبنزين وعدة تسعين أصور لكم الألوان الثاني متوفر عنه جايك الزيك الأسود اللي تحت هذا مع الرفارف اللي فوق الرفرف ومع الصدام كأنها مكحلة وفيها حساسات خلفية طبعا ما فيها حساسات أمامية وجاي وراه كأنه جناح بشوف لكم مصطبات هل هي LED ولا لا هذا الجناح وجايك هنا مع الجنب باللون الأسود وصدام شوفهم كحل باللون الأسود هذي كثير من الناس طلبوها نحين صوروا لكم من داخل طبعا فيها الوان هذي الأنوفا عشان تشوفون الحجم وتقرنون الأنوفا طبعا أكبر وأوسع هذا حجمه الأنوفا اللي لونه الرمادي وهذي عندهم هذا طبعا موكا اللي يسمونه موكا لوني ببني غامق بس جايكم هنا بالنهار جاي اللون كأنه أسود وهذا عنابي والله مرتب اللون على النابي شوفوا الإشارة من داعي كثير من نفه وكلهم فئة واحدة بس فئة واحدة اللي تجي نفس الفئة هذي خلي بفتح لكم هذي تشوفونه من داخل طبعا مو دخول باكي هذي شكله من داخل عندك زر التحكم اللي هو بنوافد كلها أوتو ووقف اللي هو حق المرايا قصدين نوافد معليش مراتب مخمل هذي شكله من داخل عندك هطول العمر هذي كشوف حق الضباب هذي يسكر فاصل مالع زلاغ وحساس حق ضغط هوا الكفرات الدكور هنا جايك بالجلد الأبيض وفيه خط كروم وهنا عندك هطول العمر زر التحكم اللي هو بالسيدي خل أركب شغل لكم السيارة نظرة فقية قبل نركب ما فيها فتحة ولا فيها سكت بنظاما فنركب شغل لكم السيارة وهذه الداخلية حق السيارة ماذا تحكم بالسيدي يا سيدي بس خل أشغل لكم السيارة ببسم الله وفيها الباقات أمامية وجانبية وهذا السيدي وفيه جاي مع ريموت فشان اللي بيتحكم مورا ومتحة التكيف هذي عندك واضحة وفيه هنا وهذا حق المكيف اكتروني وعندك هنا مخرج 12 فولت وهذا القير القير 4 سرعات وهذا الجرم يدوي وعندك أضر عمار وعند الدرجة والديكور شوفوا مطرد جاي باللون الأبيض كأنه جلد بس مو جلد بعد شون جاي حتى خياطة هذي بلاستيك بعد شون جاي ضريق اللي يشوفهم بعيد حسبه جلد لكن زي بلاستيك ومصبوغ جاي شكله كان وجلد بس مجمل شكل السيارة وهذه طبعا امرأة عادية وهذا بيت النظارة وعندك هنا باللون الأصفر لضاحت السكن وهذه حقة الشمازة فوريكم السيارة من هنا وعندك في مساحات تخزين حقات موية هذا المرتبة الصف الثاني طبعا هي سبع مقاعد الصفين القدام وثلاث مقاعد هنا وفي مقاعدين ورا طبعا هذا انا صافت واشا نشوفونه حين وهذا الشكل اللون الرمادي فتحات التكييف جايه كذا بالعرض زي طريقة الغازة وهذا الطبعون مورا لدينا لضاحت السيارة من عدد على التاخير ما في التكييف النزر اوريكم الشنطة هاذا الشنطة طبعا مراتب يسفط انتحت هاذا سبير حاطينه تحت هنا وهذه المراتب تقدر تصفقه كده بعد وعندك هنا في حق يتحامل أكوض وفي ضاعة هنا السماعات يشوف أربع سماعات فتحات التكيف جبتوه هناك مع التشغيل لحق المكيف شايفينه بس خلصنا أوريكم الحين المكينة والنور طبعا شوف أنه سيارة اقتصادية وعائلية صغيرة يعني هذا يعني هذا كشاف الضبابل ويتشوفونه وين هذا هو بس طالع لكم باللون البيض بالتصوير هنا هذا هو زر كشاف الضبابل شغلت لكم قبل شوي بس طبات كأنه في خطوط LED نهار أنا ما شوف زين يعني مو واضحة بس كأنه جاي خطوط LED بس بوريكم المكينة هذا فلشر طبعا وهذول اللي تحت بس الدام عواكس خلو بوريكم النور الأمامي والكبوت هذا النور الأنوار LED كشاف الضباب باللون الأصور صراحة جميلة هالأمامية هالواجه الأمامية هذا النور اللي دي وهذا اللي تنهاري خلو بوريكم نور عالي النور العالي LED بعد مماشرة ووريكم المكبوت ووريكم المكينة ماليش هذا مكينة مية واثنين حصان طبعا هي دفع خلفي حجم المكينة ألف وخمس وبس سلامتكم من غالين باقي تغطيات كثيرة إن شاء الله بإذن الله راح أصورها لكم إن شاء الله وفي طلبات كثيرة منهم متابعين بعل أبي اللي أقدر عليه بإذن الله طبعا هي متوفرة حاليا بوكالة تايوتا وقلت لكم هذا اللون مع النابي وهذا اللون الموكا وسهلا ما تكمل غالين بسمان لله وبحفظ الكريم